اشتركوا في القناة هيا بنا الأهداف المتوقعة عزيز الطالب في هذا الدرس واحد أن نتعرف على الحجم الكبير وأيضا أن نتعرف على الحجم الصغير فهل أنتم مستعدون؟ هيا بنا نشاهد أحبيات الطلبة هنا صورة أسد وهنا صورة أسد فياتر ما الفرق بينهما؟ هل تعلمون ما الفرق بين هذه الصورة؟ وهذه الصورة فكروا معي من حيث الحجم هذا أسد كبير هذا أسد ضخم كبير أحسنتم يا أحبة الطلاب أما هذا فأسد صغير حجم هذا الأسد أسد صغير يختلف الأسد في الصورة واحد عن الأسد في الصورة اثنين من حيث الحجم فهذا حجمه كبير وهذا حجمه صغير وسوف نتعلم في هذا الدرس ما الفرق بين الحجم الكبير والحجم الصغير أما هنا ماذا نشاهد أحبة الطلاب؟ نشاهد هنا سرير أحسنتم ونشاهد هنا أيضا سرير فما الفرق بين هذا السرير وهذا السرير؟ ألا يوجد فرق؟ نعم يوجد فرق بينهما فهذا سرير حجمه كبير وهذا سرير صغير الفرق بينهما من حيث الحجم هذا سرير كبير أحسنتم وهذا سرير صغير أحسنتم هذا صغير وهذا كبير أما هنا ماذا نشاهد؟ فإننا نشاهد خاتم خاتم يلبس في الأصابع هذا خاتم كبير أما هذا فخاتم صغير فالفرق بينهما من حيث الحجم هذا حجمه كبير وهذا حجمه صغير أحسنتم أما هنا أحبة الطلاب ماذا نشاهد؟ نشاهد مشط للشعر هذا مشط للشعر لكن ما الفرق بينهما؟ هذا مشط كبير أما هذا فمشط صغير فالفرق بينهما أيضا الحجم هذا حجمه كبير وهذا حجمه صغير أحسنتم أما هنا يا أحبة الطلاب إننا نشاهد صورة من صور الخضروات هذه صورة من صور الخضروات ما لون هذه الصورة؟ لونها أحمر ما اسمها؟ إنه فلفل أحمر هذا فلفل أحمر لكن ما حجم هذا الفلفل؟ إنه كبير هذا فلفل أحمر كبير وهنا نتعلم على الحجم الكبير فهذا فلفل أحمر حجمه كبير أحسنتم أما هنا ماذا نشاهد؟ أيضا نشاهد هنا أسد كبير هذا أسد حجمه كبير أسد حجمه كبير أحسنتم أما هنا يا أحبة الطلاب فماذا نشاهد؟ أخبروني نشاهد هنا شاحنة هذه شاحنة شاحنة كبيرة الحجم شاحنة كبيرة الحجم فما حجم هذه الشاحنة؟ شاحنة كبيرة الحجم أحسنتم أما هنا وتكلمنا أننا نتعلم على الحجم الكبير لنتعلم على الحجم الكبير فما هذا؟ هذا سرير ما حجم هذا السرير؟ سرير كبير أحسنتم هذا سرير كبير وهنا أيضا أحبة الطلاب نشاهد هنا هذا ولد ولد كبير هذا ولد كبير أحسنتم ولد كبير أما هنا أحبة الطلاب ماذا نشاهد؟ نشاهد كرة جميلة ما حجم هذه الكرة؟ إنها كرة كبيرة إذن هنا نشاهد كرة كبيرة الحجم أحسنتم أما هنا فنتعرف على الحجم الصغير نتعرف على الحجم الصغير فيوجد لدينا فلفل أحمر فلفل أحمر لكن هذه الصورة ماذا نشاهد فيها؟ نشاهد صورة صغيرة هذه صورة صغيرة إذن فلفل أحمر حجمه صغير هنا فلفل أحمر حجمه كبير الفرق بينهما في الحجم هذه فلفل أحمر حجمها صغير أما هنا ماذا نشاهد؟ نشاهد أسد ما حجم هذا الأسد؟ إنه أسد صغير هذا الحجم حجمه صغير إننا نشاهد أسدا صغير الحجم أحسنتم وهنا أحبة الطلاب ماذا نشاهد؟ نشاهد سيارة هذه سيارة من منكم يخبرني ما حجم هذه السيارة؟ ما حجم هذه السيارة؟ حجمها صغير هذه سيارة صغيرة الحجم إذن هنا هذه سيارة صغيرة الحجم أحسنتم وأيضا أحبة الطلبة نشاهد هنا طفل جميل هذا طفل ما حجم هذا الطفل؟ هل هو طفل كبير أم طفل صغير؟ هذا طفل صغير حجم هذا الطفل طفل صغير أحسنتم وأيضا أحبة الطلاب لنتعرف على حجم هذه الكرة الجميلة هذه كرة من منكم يخبرني ما حجم هذه الكرة؟ هذه كرة صغيرة الحجم إذن نشاهد هنا كرة ما حجم هذه الكرة؟ كرة صغيرة الحجم أحسنتم وأيضا أحبات الطلبة من منكم يخبرني ما حجم هذا السرير؟ هل هو سرير كبير أم سرير صغير؟ إننا نشاهد سرير صغير الحجم هذا سرير حجمه صغير أحسنتم أحبة الطلاب وهنا أحبة الطلاب قد تعلمنا في هذا الدرس الحجم الكبير والحجم الصغير متمنيا أن تكونوا قد تعرفتم على الحجم الكبير والحجم الصغير وإلى اللقاء في درس آخر من دروس العلاج الوظيفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر